اشتركوا في القناة نعم هذا ايفون 10 يا جماعة الخير مش لعبة جهاز عن جدة ففي عندي ايفون 10 بالستوديو الأهداف المقارنات ولكن هذه المقارنة مش راح تكون مفصلة بالأرقام ومش راح نكون ندقق في تفاصيل التفاصيل التفاصيل المقارنة اللي انتم تعودين عليها مني كل 6 أشهر راح تكون قادمة قريبا بإذن الله بعد العيد اللي راح نقارن فيها كل أجهزة نزو السنة من ناحية البطارية الكاميرا الشاشة الصوت والشياء هاي كلها فانتظروا شغلوا التنبيهات عشان تشوفوهم ولكن في هذا الفيديو حبيتني أستوحي فكرة شيء MKBHD سوالي هو يوتيوبر تقني أجنبي ولكن الفكرة من الفيديو عجبتني صراحة اللي هي الابلايند تست أو الاختبار الأعمى فرح أفرجيكم الصور الآن ما بين هاي الأجهزة ومش راح أفرجيكم كل صورة من أي جهاز مأخودة بل راح حط رقم فقط يمثل هذا الجهاز وانت أحكم بناء على الصور وفي نهاية الفيديو راح أفرجيكم إيش هي كل رقم يمثل أي كاميرا بالزبط فيعني شغل أو فرصة جيدة جدا أنك تشغل هذا الفيديو على أعلى دقة أنت بتقدر أنك تشوفو فيها علشان تقدر تشوف كل التفاصيل تاعة الصور فبدون أي تأخير غالي نبلش وأول مجموعة راح نبلش معاها حابتني أوجه الاهتمام فيها للألوان درجة حلارة اللون والمدى الديناميكي أي المدى أو السلم تاعة الألوان تاعة كل كاميرا قديش بوصل شو أعلى حد وشو أقل حد ومع العلم أنه كل الصور في هذا الفيديو تم أخذهم بوضعية التلقائي وليس الوضعية الاحترافية أو الوضعية اللي بسموها البرومود فكل الصور مباشرة من الكاميرا بالإضافة أنه ما في أي تعديل على أي شي من هاي الصور أنتوا شايفينهم بالضبط مثل ما هم طالعين من الجوالات والمدى الديناميكي أو الـ HDR على الكاميرا نفسه تم إيقافه عن تصوير كل هاي الصور فهاي بطبيعتها على الآخر على كل هاي الأجهزة في عدة أمور وعدة نقاط في كل صورة حب أني أوجهكم لإلها على أساس أنك تعرف تميز بناتهم في هاي الصورة على سبيل المثال بتقدر تطلع على المبنى نفسه وعلى السماء علشان تشوف التفاصيل وكيف التعامل مع لون السماء نفسه أما في هاي الصورة فهاي بوحدة من الصور المفضلة بالنسبة لي صراحة لأنها بتبين كيف كل كاميرا بتعيد توليد بعض الألوان من ناحية صور بتكون صفرة أكثر من غيرها صور بتحول لون الأصفر لبرتقالي بشكل أكبر ففيه اختلافهم بكيف الكاميرات نفسها بتتعامل مع قيم الألوان اللي بتكون موجودة وهذا شيء بتعلق بمعالجة الصور من نفس كل جهاز بحيث أنه هذا شيء كل شركة بتكون مخصصتوا لجهازها على أساس أنها تعطيك طبيعة صور محددة لأن هذه الصورة فيها شغلتين حب أني أوجه اهتمامك لإلهم أولا كمية التفاصيل اللي مبينة في الورد نفسه بالإضافة لكمية الإنارة اللي طالعة في الصورة بحد ذاتها فهو أن لما تطلع عليهم جما إلى جنب راح تلاحظون في كاميرا إضاءتها كانت أعلى من غيرها وفي كاميرا قدرت أنها تعطي السماء حقها من ناحية اللون وكاميرا دمرت السماء كليا على حساب الورد نفسه أنه يطلع شكله أفضل أما مجموعة الصور التالية فهاي حب أني أوجه اهتمامك أكثر لحدة الصورة وكمية التفاصيل اللي فيها بالإضافة للعزل الطبيعي تاع الكاميرا نقطة الفوكس في هاي الصورة اللي أنت بتطلع عليها الآن كانت هي نفس قطعة المطافي أو اللي هي قطعة الشبك تاعة المطافي ولما نقرب على الصورة ونحاول نطلع على التفاصيل الآن في صورة ما أعطي تفاصيل أكثر من غيرها واللون الأحمر نفسه مختلف على بعض الكاميرات أو طريق التوليد اللون نفسه مختلف على واحدة من الكاميرات عن غيرها أما في هاي الصورة فحب أنك تنتبه على التفاصيل اللي موجودة في المجسم نفسه وكمية العزل الطبيعية اللي طالع من الكاميرا على الخلفية فلما تطلع وراه وتلاقي المايك وتلاقي الحائط اللي موجود وراها في كاميرات أدت وظيفة أفضل بكثير من غيرها خلينا نقرب كمان شوي على أساس تطلع على التفاصيل اللي موجودة في المجسم نقطة الفوكس كانت هي المجسم اللي موجود في هذه الصورة وهاي الحد اللي أنت بتشوفها أما بالنسبة للصورة التالية ففيها تفاصيل ضخمة جدا صراحة ولون أيضا باختلف شوي صراحة من كاميرا إلى كاميرا فقيمة اللون الأبيض اختلفت من جهاز إلى جهاز ولكن بشكل عام لما نطلع عليهم نحطهم من جنب إلى جنب في كاميرات أعطت ألوان محددة أولويات مختلفة عن غيرها فاللون الأبيض مختلف ما بين الكاميرات بالإضافة أنه حتى درست اللون البني مختلف أيضا من كاميرا إلى كاميرا هذا كله من المعالجة تاعة الجهاز نفسه بدون أي تدخل مني أنا شخصيا أما بالنسبة للعين التالية فهي أيضا بدي أطلع فيها على التفاصيل النقطة نفسها تاعة الفوكس وإذا راح تلاحظوا أنه اللون مختلف شوي من كاميرا بين كل الكاميرات ولا واحدة لونها زي الثاني بالضبط وحتى الخلفية أيضا لونها اختلف من كاميرا إلى كاميرا وهذا أيضا نقطة الفوكس فيها كانت اللي أثرت على الألوان وكل شي هي بالضبط الألات الطابعة اللي موجودة في المنتصف ننتقل الآن إلى مجموعة الصور المتعلقة بإضاءة والإضاءة المنخفضة والإضاءة الليلية خلينا نحكي ونعدام الإضاءة نحط الكاميرات جنب بعض هو نعتقد راح تبلش الموضوع راح يكون أسهل لا تعرف أي كاميرا لأي جهاز بحيث أنه فيه أجهزة أعطت نتيجة مختلفة تماما من ناحية الحدة من ناحية كمية الإضاءة وكمية النويز أو الغباش اللي موجود بالخلفية فهذا أمر كل كاميرا بتتعامل معها بطريقة مختلفة لما نروح الكاميرا التالية فيه عندك هون عدة أمور بتقدر تطلع عليها منها درجة الحرارة تاعت اللون نفسه وكمية التفاصيل اللي موجودة بالإضافة إلى النويز هقيقة من ناحية النويز أغلب الكاميرات أدائهم كان جدا ممتاز والتفاصيل فيهم كانت موجودة بشكل جدا جدا جميل لكن لما نقرب راح تلاحظ وجود بعض الاختلافات من كاميرا إلى كاميرا بحيث أنه لما تطلع على الأرضية شكلها بيختلف ولما تطلع على نفس الإشارة اللي في المنتصف أيضا في بعض الكاميرات كانت حدتها أكثر من الباقي الصورة اللي بعدها فيها مجموعة من مصادر الإنارة المختلفة ولكن بشكل عام بالليل كانت في مكان عام الآن هون راح تلاحظ أنه فيه اختلاف شديد جدا بكيف كل كاميرا تعاملت مع الصورة وكمية التفاصيل الشديدة اللي موجودة بالخلفية الفوكس كان بشكل عام على كل الخلفية ففي كاميرا أداءها كان أفضل بكثير تحديدا في هاي الصورة من الباقي ولكن الألوان أيضا مختلفة بين واحدة من الكاميرات عن الباقي أما آخر صورة حاب أن يتطلع عليها هون فبتقدر تطلع على السماء بتقدر تطلع على لون الخضار بتقدر تطلع على الأرضية حتى اللي موجودة على الأرض بالإضافة ل درجة السطوع العامة ما بين الكاميرات خلينا نقرب شوي على أساس أني حاب أني أطلع بالزبط على المنتصف اللي هي القسم البعيد هذا ورح تلاحظ أنه درجة اللون الأزرق مختلفة من بين كل كاميرا وكاميرا ولكن بشكل عام أدائه من ناحية التفاصيل كان شبيه الآن بعد ما شفت كل الصور كونت رأي وكونت فكرة عن كل رقم شو هو أو شو ميزاته وشو قدراته وشو سلبياته وإيجابياته فرصة إذا بتحب يعني ممكن أعطيك فرصة أخيرة توقف وترد ترجع شيء كمان مرة على ملاحظاتك وفرصة كمان أنك تكتب الآن في قسم التعليقات باعتقادك كل كاميرا شو كانت شو كان الرقم يمثل أي كاميرا ما تغش ما تنطل قدام علشان تشوف إيش الجواب الصحيح اكتبها هسا فضولا حاب أن أعرف شو رأيكم في الموضوع ولكن بدون أعتأخير الكاميرات كانت كالتالي كاميرا رقم واحد كانت جهاز الجالاكسي اس 9 بلس كاميرا رقم 2 كانت الآيفون 10 كاميرا رقم 3 كانت الهواوي بي 20 برو إذا مهتمينكم تشوفوا أشياء شبيهة وأفكار مختلفة اقتروحها علي في قسم التعليقات بالأسفل شكرا لهواوي لرعاية هذا الفيديو وللروح الرياضية اللي عندهم بأنهم محكوا لي أوكي محكي لي بدك إياه ما عندنا أي مشكلة هذا كان كل إشي لهالفيديو كان معكم صلاح حامد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة